مرحبا أصدقائي وأهلا بكم بدرس جديد من سلسلة البرمجة باستخدام C++ بالدروس السابقة احنا تعلمنا وركزنا على Cout اللي هو الطباعة تعلمنا شون نطبع شون ننزل السطر شون نرتب الباريغرافات مالتنا وما إلا ذلك فعلى سبيل المثال بالنسبة لهذا الكود اللي هو Cout Hello إذا نجي نشغلة ش رح يطلع عندنا بالناتج رح تطلع عندنا بالناتج Hello ليش لأن احنا كاتبين Hello بالCout أي شي تكتبه بالCout يطبع الكيال برنامج فإذا مو هلو إذا نجي نسوي معادلة رياضية معادلة رياضية شون؟ معادلة رياضية على سبيل المثال نريد نجمع 3 رقم فإحنا نكتب INT بالبداية فإحنا تعلمنا من نريد ندخل رقم نكتب INT ونحدد أسمان اللي هو الـ F1 على سبيل المثال F2 و F3 ونكتب الفارزة المنقوطة حتى يعرف البرنامج أن هذا السطر انتهي ننزل السطر ونكتب أنه ذني الـ F1 والـ F2 والـ F3 نريد نجمعهن ونحفظ القيم موالتين بمتغير اسمه الـ F4 اللي هو شن الـ F4 اللي هو ناتج مجموع الـ F1 زائد الـ F2 زائد الـ F3 ونننسى الفارزة المنقوطة حتى ما يطلع عند نائرة هسا شنسوي؟ هسا ننطق قيم الذن الـ F1 والـ F2 والـ F3 مثلا الـ F1 ننطيها 3 الـ F2 ننطيها على سبيل المثال 5 والـ F3 ننطيها على سبيل المثال 8 هسا إذا نجي نشغل اش رح يصير؟ خلي نشغل طلع عندنا إرار طلع عندنا انه الـ F4 شنو؟ انت عندك F1 و B قيمة F2 و B قيمة F3 و B قيمة F3 و B قيمة الـ F4 شنو؟ الـ F4 هو أيضا الرقب لذلك لازم شنسوي؟ لازم نكتبه هنا فارزة F4 من دخل لقيمة لأنه رح يكون القيمة ماتة هي مجموع القيم الأخرى لكن المهم نكتبه بالإنتجر حتى البرنامج يعرف انه F4 هو أيضا الرقب هسا ندوس رعا ما طلع عندنا إرار؟ يعني البرنامج يشتغل لعد ليش ما طلع عندنا الناتج؟ ليش ما جمع عندنا F1 والF2 والF3؟ مين يقدر يقول ليش؟ ما طلع عندنا الناتج لأنه نحن ما سونا Cout للF4 هسا نكتب Cout ونفتح القوسية مالتنا اللي هنه عكس Cout ونكتب F4 فارزة منقوضة هسا نجي نشغل البرنامج طلع عندنا 16 ما هو 16؟ هي ناتجة 3 زائد 5 زائد 8 3 زائد 5 ثمانية زائد 8 16 البرنامج ما طلع عندنا ممتاز مثل بهذا البرنامج من الدخل القيم من الدخل هاي الـ 3 و 5 و 8 احنا دخلناها انا دخلتها وانت دخلتها المهم انه احنا اللي احنا بهاي الحالة احنا المبرمجين اللي دخلناها مثل شون اذا انت تريد المستخدم هو اللي يدخل القيم يعني انت سوى برنامج مالحاسب على سبيل المثال قابل انت اللي تدخل القيم لا لازم المستخدم هو اللي يدخل القيم شون نخلي المستخدم هو اللي يدخل القيم من خلال شي اسمه ال-C-N مو احنا عدنا ال-C-Out هو الاخراج ال-C-N هو الادخال والاقواس ما تتكون مفتوحة باتجاه ال-C-N مو مثل ال-C-Out هاي ال-C-N شا نقوله نقوله ال-C-N للأفوان يعني خلي المستخدم هو يدخل لنا الأفوان وهميا خلي المستخدم هو يدخل لنا الأفوان وخلي المستخدم هو يدخل لنا شنو هو يدخل لنا الأفوان وما طول احنا نخلي المستخدم هو اللي يدخل القيم نمسح القيم ما راتهم لنا بعد ما نحتاج المستخدم هو اللي رح يدخل هاي القيم مو احنا هسه صارت حلوة نقوله ان احنا عدنا أفوان وأفوان 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 ثري اللي المستخدم رح يدخلهن وعدنا أفوار أفوار هو ناتج مجموعة ذني الثلاث قيم اللي راح يدخل هنا المستخدم خلنا ندوسرا ونشوف الناتج شوف هسه يقول لنا هنا دخله بشقد الأفوان نكتب الأفوان هم ثلاث الافتو شقد الافتو هي خمسة الافتري شقد الافتري هي ثماني اشتغل ما بي اي ارة بسمي ماكو ناتج ليش لماكو سي اوت خل نكتب السي اوت نكتب سي اوت ونخلي مارتنا الأقواس المفتوحة عكس السي اوت لاحظوا بالسي اين الأقواس تمفتح باتجاه السي اوت بالسي اوت الأقواس تمفتح عكس السي اوت فنكتب سي اوت للأفوان يقول لنا طبع عني الفوان وفارزة منقوضة هسه راح نشغل البرنامج ندخل القيم مالتنا ثلاثة بخمسة بثمانية ها نلاحظ هنا عدنا غلطة غلطة بسيطة لكن شوفوا طلعتنا الناتج هو الصفر ليش لأن احنا البرنامج قلنا يمشي خطوة فهو اجي هنا لقي انه عنده انت فوان قيمة صفر فتو قيمة صفر فثري قيمة صفر وفور قيمة صفر اجي قال انه الفور يساوي صفر زاء الصفر زاء الصفر طلع انه الفور هو صفر احنا جئنا هنا يلا دخلنا لقيمة الافوان والافتو والافثري من يجي طبع الافور الافور هو صفر من البداية فما حسبيه لازم احنا شنسوي لازم احنا نحول هذا السطر جو ذني بهي الشكل هسه من راح يجي راح يقول انه عندي الافوان وافتو وافثري وافور لكن اجي قد القيمة مالتين راح يقول ها هنا راح يدخلنا المستخدم الافوان مثلا هي واحد الافتو هي ثنين الافثري هي ثلاثة على سبيل المثال احنا راح يجي يحسبهن يالله يطبعهن بس احنا خلي شنسوي خلي نخلي سي اوت صغير هنا حتى نخلي يكتب لنا حتى برنامج يصير مرتب فنكتب سي اوت ونخلي مالتنا الأقواص المفتوحة شنو عكس السي اوت ونخلي فاد رسالة صغيرة enter the numbers ونخلي هاي هي تي وش نسوي همين وش نسوي همين نفتح حمرتنا الأقواص بها الشكل ونكتب end l ليش نكتب end l حتى نزلنا سطر ونكتب القيم مالتنا ونجي هنا همين شنسوي هم منخلي سي اوت صغيرة اهناني وش نكتب هناني نكتب the result is ونخلي هي تي حتى يطلع عنا الناتج بشكل مرتب وحلو هسه خلي نشغل ندوس run شوف اش قالك enter the numbers دخل الأرقام نكتب 3 و5 و8 طلع عنا the result is 16 هسه اشتغل حلو منو دخل الأرقام احنا دخلنا الأرقام المستخدم هو اللي دخل الأرقام هالمرة مو المبارمج هو اللي دخل الأرقام المستخدم هو اللي دخل الأرقام يقدر المستخدم يدخل أي رقام كيف خلي ندوس run مرة ثانية ومستخدم اللاخ ما يريد يجمع ثلاثة وخمسة واثمانية يريد يجمع مثلا واحد واثنيا وثلاثة طلع عنا الناتج هو ست عادي كل مستخدم يدخل الأرقام اللي تعجبه هاي هاي فكرة cn انه المستخدم هو اللي يدخل البيانات طبعا مو اللي يدخل الأرقام يقدر يدخل أي شي يقدر يدخل أحرف يقدر يدخل كلمات يقدر يدخل أرقام بها فواصل وما لآخره لكن احنا هنا بهاي الحلقة هي مقدمة نريد نعرف شينه cn زينك سؤال مهم ممكن واحد يقول لي إذا عدنا عشر قيم لازم نظل cn 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 لكل قيمة لا تقدرون نسوين شغلة حلوة اللي هي شنية اللي هي تاخدون هاذا cn مننا وتخلون هنا القوسية مارتنا المفتوحة باتجاه cn وتخلون شنو تخلون هنا ال f2 بعدين تردون نسوين هي شي وتخلون هنا ال f3 هذا هو لنتمسحوها صار سطر واحد حلو ده نقول لي ان المستخدم هم راح يدخل لك ال f1 ويدخل لك ال f2 ويدخل لك ال f3 عادي تريد تكتب cn لكل وحدة cn لل f1 وcl لل f2 وcl لل f3 وcn لأي وحدة عندك عادي تريد بcn واحدة تدخلين كل هن عادي يشتغل الحاتين صحيحات مية بالمية خلي نجرب استاد خلي نجرب تجي تدوسي هنا ران رح يقولك دخلي لرقام جوا سبع فعادي يشتغل شو ما تريد تكتب اكتب المهم الترتيب ماتك صحيح زي واحد يقول لي خلني نكتب واحد ونص خلني جي نسور نسور عمرت اللخ ونكتب هنا واحد وهنا واحد ونص ها وقف ليش وقف ما وصل لك ال f3 ليش ما وصل لك ال f3 لأن احنا كاتبيل لأنه ال f1 وال f2 وال f3 هن كلهم انتجر ال f1 وال f2 وال f3 وحتى الناتج مالتنا ال f4 هو انتجر فلاحظ ان هو جمع واحد وواحد ونص ما طلع لك اثنين ونص طلع لك اثنين ليش لأن هو انتجر لديت عامل بس بالأعداد الصحيحة اذا نريد ندخل واحد ونص اثنين ونص ثلاث ونص وذين الشغلات لازم ش نسوي لازم نكتب float فنجي هنا نكتب احنا شن رح نكتب بال float على سبيل المثال نكتب هنا float ونقول لنا نحن رح ندخل ال f2 ك float واريدك تطلع لنا الناتج ايضا اللي هو ال f4 ك float ونخلي فارزة منقوضة ونشيل ال f4 ما ننسى ان نشيل ال f4 مننا حتى بعد ما يحسبها مننا ما يحسبها انتجر ونشيل ال f2 ايضا مننا لسا ندوس ران لسا لازم ندخل اول رقام اللي هو هو يكون انتجر ونعتبر انه هو واحد ثاني رقام float نعتبر اثنين ونص وندوس انتر ثالث رقام نعتبر ايضا واحد وندوس انتر يشتغل عادي f1 هو انتجر f2 هو float f3 هو انتجر والناتج اللي هو f4 طلع لنا اربعة ونص وهو float شوفوا احنا الرقام اللي نريد نكتبه كfloat نكتب float والرقام اللي نريد نكتبه انتجر نكتب قدامه انتجر والبرنامج جفتهم والبرنامج لا عنده اي مشكلة قلت لكم بدروس السابقة انه البرمجة هي مثل الطفل انت تعلم انت تجي تنطي اوامر هو ينفذ هو ما يسوي اي شي من عنده انت انت تتحكم به زي ممكن واحد يقول لي يصر نكتب هين كل هين float خلي نجرب نكتب هين كل هين float نجي نكتب هنا f1 وهنا نكتب f3 هسا نجي نشغل ونكتب انه f1 هي واحد والf2 هي 2.3 والf3 هي 3.2 على سبيل المثال وندوس enter بشتغل 6.5 عادي ليش لانه مني نقول له float هو ده يعتبر هين كل هين float هذا واحد بس شعب تبرا يعتبره 1.0 بحساب ال2.3 هي اصلا float ال3.2 هي اصلا float وظل عندنا الناد 6.5 هو float فانت تقدر بكل الحالات اللي بيها ارقام تكتب float مباشرة وهو رح يحل عادي ما عنده اي مشكلة خلي نحلل النفذ مثال بسيط حتى نفتهم شن سيئن اكثر اذا قلت لك ان انت عندك صحب تريد تطلع المعدلات ما تطلب شون تطلع المعدلات ما تطلب المعدل ما تطلب هو مجموعة درجات مادة على عدد الدروس اللي عنده نعتبره انه هنا اربع دروس فانت لازم تجي تدخل درجات طالب طالب خلي نجي نكتب البداية نكتب هنا بمكان enter the number enter the score على سبيل المثلة وهنا عدنا احنا اصلا ثلاثة شنسوي نضيف لهن بعد واحد اللي هو الافور حتى يكون الدرس الاول الدرس الثاني الدرس الثالث والدرس الرابع ونضيف هنا الاففايف اللي هو الناتج نجي هنا نقول لي the average is يعني المجموع او المعدل هو شنه المعدل مالتني المعدل مالتني اللي هو بهاي الحال رح يكون الاففايف هو عبارة عن مجموع الافوان زائد الافتو زائد الافثري زائد الاففور بعد شنسوي على اربعة ليش لأن احنا نعرف انه الافريج هو مجموع الدرجات على عددهم هسا نجي نشغل لكن قبل ما نشغل نكتب لهن نحنا رح تطبع عنا الاففايف اللي هو المعدل مالتني هسا نجي نقول لها قال لك داخل الدرجات اشقد الدرجات ما تطالب مثلا ماخر 50 في الدرس ما اخذ 70 في الدرس ما اخذ 83 في الدرس وما اخذ 100 في الدرس ندوس انتر طلع عنا ان المعدل مالته هو 75.75 جمع الدرجات واش سوى قسمها على اربعة طلع المجموع من هذا الطالب بالمواد مالته هو 75.75 بالمئة هذا ببساطة هو الـ CN حاولت اشوفكم شن الـ CN و شن الفرقة عن الـ Cout لأن الـ CN والـ CN دائما يجنب نفس السؤال واحد يدخل قيم واحد يطبع هاي القيم او يطبع النتائج مال هاي القيم اتمنى يكون درس سهل ومفهوم وواضح اي سؤال او استفسار راعتكم تقدرون كالعادة تكتبون بالتعليقات وان شاء الله يجاوب على الجميع شكرا لكم على المشاهدة شكرا لكم على الاستماع ونلتقي ان شاء الله بالدروس القادمة شكرا لكم على المشاهدة شكرا لكم على المشاهدة